اشتركوا في القناة ويقوموا بالتبرع والدعم وطلبوا انه يكون لحساب او ببال او اشي فانا حطيت في صندوق الوصف يعني معلومات للي حابب انه يتبرع او يدعم للقناة لمعدات او جهاز كمبيوتر لانه شايف انا في مجموعة لسه مش فاهمة انه انا بسجل على جهاز كمبيوتر لصديق الي انا ما عندي جهاز كمبيوتر عشان هيك ما بقدر اجاوب بحد وما بقدر اتواصل مع حد وما بقدر اسجل الا بان النسبة بسيطة من الحلقة ما تصل اكثر منه الساعة لانه جهاز لابتوب ما بتحمل شغل المنتاج اللي بيشتغلوا المنتاج بيعرفوا كلامي بشكل صحيح وما صار في تبرعات اللي احنا نقدر نجيب جهاز كمبيوتر او هاد فالحمد لله ربنا قدر انه فتحنا حساب واخيرا انا لأول مرة بفتح حساب في البنك فعشان انتو تكونوا بالصورة انا ما عمريش فتحت حساب في البنك وعرفنا كيف نعمل البيبال هذا اللي بيحكوا عنه للتبرع وربطه مش عارف ايش وهي القصص كاملة فكلها حطيت المعلومات اللي بديت برع من الاردن او بده الايبان او بده على البيبال او هذا فكل المعلومات صارت موجودة بصندوق الوصف وشكرا مقدما للي بقدر وللي ما بقدر قبل اللي بقدر يعني هي فقط انه انا على اساس انه اكون زي ما عودكم دائما انا واضح تماما في الامور هاي وانه احنا اهل وهاي قناتي قناتكم مش قناتي انا يعني انا مؤدي في هذا الموضوع وإلكوا كل الاحترام والتقدير خلينا ندخل على توقعاتنا اليوم توقعات ليوم السبت 16 واحد طبعا القمر هو موجود في منزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 6 و 11 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها الى منزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر طبعا القمر موجود في برج الحوت استقر تماما في هاي الفترة جميع الابراج بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية فعلنا ثلاث زوايا فلكية أول زاوية رح تكون زاوية تسديس إيجابية بين القمر والمريخ وهي رح تكون في تمام الساعة ستة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها برضو هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وأورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة عشر وثلاث واربعين دقيقة ظهرا وهي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر والزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة خمسة ودقيقة مساء بهاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم طبعا بالنسبة لأن القمر موجود بالحوت فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين ثمنطعش واحد بيبدأ في تمام الساعة ثلاث واربع واربعين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة وسبع دقائق صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحمل بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال ثلاث أيام في تمام الساعة سبعة وست دقائق صباحا بيصبح أربع أيام نسبة الإضاءة خمسة عاش في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم تسعة طعش واحد هي منتحسة بنسبة عشرة في المية القمر في الحوت حتى يوم ثمنطعش واحد اليوم مزاجها سعيد بنسبة خمسين في المية عطارد في الدلو حتى يوم ثلاثين واحد منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم واحد اثنين سعيدة بنسبة سبعين في المية المريخ في الثور حتى يوم أربع ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشرة خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشرة في المية أورانوس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشرة في المية نبتن في الحود حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتوف الجدي حتى يوم سبعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة أنت في أضعف وأقل أيام الشهر حظ فما تراهن على الحضوظ أبدا وما تحسم أمر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب اتوقع أن يكون هناك فوضى وتأخير وخسارة برج الثور بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة أحدهم حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهميش أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس برج الجوزاء بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهميش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية والمطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية الفترة هاي فيها نوع من أنواع الصعوبة برج السرطان يوم مناسب للي يعني اللي بيحاول إنه اتصالات من بعيدة أو مراسلات من بعيدة وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبترغبوا في التفاهم مع أحباءكم ما ترتج العمل وما تستخف بالواجبات الأضواء مسلطة عليك كون جاهز لتحمل المسئولية هاي فترة مهمة جدا برج الأسد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية حاذر إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنت بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بتخليص معاملات رسمية أهم شيء أنك ما تتذمر برج العذراء تتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة هاي الفترة صعبة ممكن تعرضك لمواجهات قانونية أو عاطفية بحذرك من عدائة الجو والنفور والخلاف والتوتر وحاذر المشاكل على أنواعها من أصعب أيام الشهر برج الميزان بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من إرهاق بسبب كثرة الضغوط ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية واطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جداً وحاول إنك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب تجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار إلى نشاطاتك وعدم التلك حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل حاول تطلع أو تطلع تطلع على مشاريع جديدة وتتلقى إجابات وإشارات مهمة ابتسم فالحظ إلى جنبك برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولات وبترتفع نسبة الحضوظ بشكل كبير برج الجديد ابتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة بتعزز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات تنجح في طرح موضوع حساس وبتقدم عمل مهم بالفت النظر والإعجاب برج الدلو بتحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو على جائزة ابحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضع مالي ما تستعيد الثقة بنفسك لكن حاذر من المبالغة بمصروفك وعطاءاتك ممكن تظهر مصريف غير متوقعة خلال هذا اليوم برج الحوت بتبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بتعزز معنوياتك من جديد وبتتحمس للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات تنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورش جديد تعتبر هاي الفترة من أفضل أيام الشهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر